نكمل أخبارنا وحسن مصادرنا في داخل نادي الزمالك فجزي جميز كلف معاوني ومحلل أداء بإحضار تقرير خاص عن أداء مين؟ عن أداء عبدالعزيز عيسى لاعب وسط فريق دريمز عشان هو عايز يشوفه عايز يرقبه مقتنع به شايفه أقدم مباراتين جيادتين أمام نادي الزمالك بس عايز يشوف مباريات لي أكتر تمهيدا لضمه لو فكر الزمالك فيه عبدالعزيز عيسى عنده 18 سنة بس لعب 18 مباراة مع دريمز الموسم ده وسجل فيهم عشر أهداف وصنع ثلاث أهداف زي ما قلت لك جميز مؤجب جدا باللاعب من مباراة الزهاب وقال لمعاوني وقال لكابتن أحمد سليمان المشرف العام على قطاع الكرة إنه في حاجة لهذا اللاعب والزمالك هيبدأ يرائب اللاعب الفتر اللي جاي ويشوف إمكانياته بشكل أكبر على فكرة اللاعب عنده عقد ممتد مع فريق دريمز حتى 2028 دي حكاية حكاية أخرى من نادي الزمالك أيضا يعني جوزي جميز أشاد جدا الفترة اللي فاتت بدور سامسون أكينيولا مع الفريق والتزام والتكتيكي والفني في المباراة والتزام بتعليمات المدير الفني جوزي جميز عايز يبكي على سامسون أكينيولا مع نادي الزمالك هو بس بس اشترط على اللاعب إنه يساعد نفسه شوية في تخفيض وزنه عشان هو شايف إنه وزنه كبير شوية هو قال له على الأقل تنزل خمسة كيلو جرام في الفترة اللي جاية عشان تبقى موجود أساسي وبتلعب دايما مع نادي الزمالك وتكمل مع الفريق احنا كلنا دايما بناخد بالنا إنه سامسون واضح إنه زايد طول الوقت زايد فهو الراجل بيضغط عليه إنه هو ينزل من وزنه خمسة كيلو عشان يشتغل بشكل بدني بشكل كويس جدا الفترة اللي جاية هو على ضوء الإمكانيات والقدرات الفنية والتكتكية جوزي جميز مقتنع بيه بس طبع الأمور البدنية وإنه يقدر يكمل مباراة مع الوزن ده مش هيبقى حاجة سهلة بالنسبة لله فلازم ينزل بوزنه شوية لا فيما يخص نجي الزمالك